من جانب آخر استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس مجمع اللغة العربية بالشارقة صباح اليوم الثلاثة في دارة الدكتور سلطان القاسمي استقبل وفد جامعة هانكوك للدراسات الجنبية بجمهورية كوريا الجنوبية رئاسة الدكتور اوي ميونغ غون عميد كلية اللغات والثقافات الأسيوية في الجامعة وتبدل سموه والوفد الأحاديث الودية ذات شأن الثقافي والعلمية وخاصة في مجال اللغة العربية وباحث معهم سبل التعاون المشترك في المجالات العلمية وخاصة في تدريس وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أهمية نقل اللغة العربية لمحبيها ومتعلميها والعاملين على تعليمها وأكد سموه دعم مجمع اللغة العربية بالشرقة لبرامج جامعة هانكوك بكل ما من شأنه الارتقاء بتعليم وتعلم اللغة العربية وعلومها وآدبها وطلع سموه من وفد جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية على أقسام الجامعة وتخصصاتها حيث يتم تدرس أكثر من 45 لغة أجنبية ومنها قسم اللغة العربية الذي أسس عام 1965 وتسلم صاحب السمو حاكم الشارقة عددا من أصدارات جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية باللغة العربية حضر اللقاء سعادة محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والدكتور محمد صافي المستغانم أمين عام مجمع اللغة العربية بالشرقة ترجمة نانسي قنقر